السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد. ليه? بنتستخدم الطير المتردد في البيوت بدل استخدام الطير المستمره. في الحقيقة تقريبا اغلب اجهزة البيوت بتشتغل في الاساس بالطير المستمره. و عشان تشتغل بيتم تحويل الطير المتردد دي طير مستمره. طب ليه بيتم استخدام الطير المتردده? سبب بسيط. انفي خناقة كبيرة بين اتنين. نيكولا تيسلا بيراوج للطهار المتردد وتوماس ازيسون بيراوج للطهار المستمر. نيكولا تيسلا فاز بالخناقة دي بكل النزاح. وتعايد مع شركة وستينج هاوس لنقل الطاقة باستخدام الطهار المتردد. لكن ايه الفايدة من استخدام الطهار المتردد? زمان كانت الاحمال كلها انارة. والمصابيح دي مش هيفرق تشتغل بالطهار المتردد او المستمر. مع الانارة المحركات الكهربائية تستخدم في الاجهزة المنزلية. في اجهزة المطبخ والمراوحة. المحركات دي ممكن صنعيتها عشان تشتغل بالطهار المتردد او الطهار المستمر. بحقيقة مفيش عفضلية كبيرة بين الطهار المتردد والمستمر. لكن الفايدة الكبيرة من الطهار المتردد مش في البيوت. اهميته في خطوص النقل. والفرق بين نظام تيسلا و ايديسون في النقل ان ايديسون كان بيستخدم الطهار المستمر. ولان ايديسون كان بيمر جهده منخفض على خطوص النقل. وكان الطيار عالي جدا. ولما يمر الطيار العالي في مقامة خط النقل ده بيتسبب في هبوط كبير في الجهد في المسافات الكبيرة. عشان كده نظام ايديسون كان اخره ان الكهرباء لمسافة كيلو اتنين كيلو ومش اكتر من تلاتة كيلو من المصدر التوليد. وإلا الفائد هيكون كبير جدا واللي هيتسبب في نعدام كفاية نظام النقل والتوزيع. طبعا ايديسون كان عارف مدى سوق نظامه. عشان كده خلى واحد من اس كموظفي يحاول يحلل المشكلة دي. وهو نيكولا تيسلا. واللي كان شغال في مصانع ايديسون في الوقت ده. تيسلا بيقول ان ايديسون وعده بجائزة كبيرة. تقريبا خمسين الف دولار. والمبلغ ده كان كبير جدا نوقته. تيسلا بالفعل طور من نظام خلال شهر قليلة. ولما سألوا ايديسون عن المكافأة. قال له ايه ده? انت صدقت? انا كنت بهرك. شكلك مش بتفهم في التهريج الامريكاني. تيسلا ما نظام العبقري وطوره لصلاح شركة وستنج هاوس. وهو نظام اللي الشغالين بي دلوقتي. وشرحه في الاية اللي موجودة في الفيديو فوق. ايديسون مقدرش يستوعب اللي حصل. كل اللي كان معصابه. ازاي شركته تقسر عادل احلام لانهارة العالم. وكل اللي عمله انه بقى يتكلم عن نظام تيسلا بشكل وحش. وانه خطر على البشر. النقل الكهرباء في الطيار المستمر ممكن يكون لين موايزات كبيرة عن الطيار المتردد. زي ما قلنا في البداية كان انسون بين ايه? فولتب الخفض وطيار عالي. يعني يبدو ان كان بيها كبيرة عن الطيار في خطوص النقل. وده كان بيخلي طول خط النقل بطول محدود. في نفس الوقت كانت شركة تيسلا اي سي بتاعت نيكلا تيسلا بتحقق نجاح كبير في نقل الكهرباء بالطيار المتردد. ولو كان ممكن تغيير مستوى جهد الطيار المستمر بسهولة في الفترة دي زي الطيار المتردد كان في الغالب النقل هيتم بيه. واديسون كان هيكسب. وده عشان المميزات دي. اولا في الطيار المتردد خط النقل هو عبارة عن دايرة مكافأة لسلسلة من المقاومات والملفات من السلك بالتوازي. مكسفات متوصلة بالتوازي. بين كل خط والتاني وبين الخطوط والارض. وكل ما الخط بقى اطول السلسلة دي بتجب. وزي ما احنا عارفين ان المكسف والملف دول بيشتغلوا زي الفلتر. لان قيمة الممانعة على الملف المكسف بتعتمد على التردد. فخرج خطوط النقل اقل من دخله. لان الفق مش في المقاومة بس زي في الطيار المستمر. البي بتساوي اي سكوير ار. لأ. هتكون بي بتساوي اي سكوير في زد. والزد هتبقى عبارة عن جزئين جزء حقيقي وجزء تخيلي. ار زائد جاي اكس. والاكس او الممنعة بتساوي اكس ال زائد اكس سي. اكس ال للملف. واكس سي المكسف. الاكس ال بتساوي اوميجا ال. والاكس سي بتساوي واحد على اوميجا سي. والاوميجا بتساوي تو باي اف. الزد هي الممنعة كلية للخط. من ملفات ومكسفات ومقاومات. مرور الطيار فيها بتستهلك طاقة بشكل كبير. وبيحصل خفض كبير للجهة. ولو الخط بقى طويل لدرجة جفاية. مفيش كهرباء توصل على نهاية الخط. لكن بالنسبة للطيار المستمر مفيش الكلام ده خالص. لان ان تردده سفر. وبما ان الطيار المستمر للتردد بسفر يبقى ال اوميجا بسفر. وممنعة الملف بسفر. ومقاومة المكسف بقيمة لا نهاية. كده الطيار الداخل بيخرج من الجنب التاني بالفقد بتاع المقاومة بس. اللي موجود برضو في الطيار المتردد. عشان كده تتنقل الطيار المتردد بتبقى فوق الارض بمسافات بعيدة. وبعيدة عن بعض وعن الارض. لتقليل قيمة المكسفات. وعشان ما يحصلش قوس كهرابي ما بينهم. لكن في بعض الحالات بنحتاج فيها لنقل الكهرباء تحت البحر. زي بين المملكة المتحدة واوروبا. او تحت الارض في المدن. وفي الحالات دي قيمة المكسفات المكافأة بتققى كبيرة جدا. وتستهلك طاقة كبيرة. عشان السلك جنب الارض او الماء او مباشرة. وده بيهضر قدرة فعالة وغير فعالة بشكل كبير. ودي ميزة تانية لخطوط النقل بالطيار المستمر. لان ما فيش قدرة غير فعالة في الطيار المستمر. قدرة فعالة بس. على العكس في نظام الطيار المتردد. يكون القدرة الكلية او الظاهرية عبارة عن رقم مركب مكونية للاولة والقدرة الفعالة بالوط والجزء التاني هو القدرة غير فعالة واللي بتنتج من الملفات ومكسفات. في دواير الطيار المتردد. وممكن تشوو الفيديو الموجود في الاي واللي بيتكلم عن تحسين القدرة غير فعالة بشكل المفصل. تالت ميزة هي الاسكن افكت. لو بسط على مقطع عرضي لسلك. في الطيار المتردد الطيار بيتم دفعه لسطح الموصل. بسبب المجرات الكهرومان تصيب. كل ما بيزيد التردد سطح التوصيل بيبقى اعرق واللي بيقلل من السلك المستخدم ويزيد من المقاومة والمفايد. لكن مع الطيار المستمر بيستخدم المقطع كله. يعني طيار اكتر على نفس السلك. وهدر طاقة اقال. الاسكن افكت والدائرة المكافأة والقدرة الغير فعالة بيستهلكوا كميات كبيرة من الطاقة في خطوط نقل الطيار المتردد. لكن في الطيار المستمر الفائد اقل بنسبة من 30% ل40%. الميزة الرابعة انك بسهولة. الى حد ما ممكن توصل شبكتين توليد مش متوافقين مع بعض في خطوط طيار المستمر. وده ما بيحصلش في الطيار المتردد. طبعا هيكون في فقد في الطاقة تحويل من طيار المتردد لمستمر لمتردد تاني. لكن في الحالة دي المميزات اكبر. ممكن نقدر نقل الطاقة عبر القرات بكفاءة اعلى. ولما توصل للمحطة التانية بيتم تحويلها لطيار متردد وبيتم عمل مزامنا بينها وبين نظام الشبكة الجديدة. زي ما حصل في ربط دولتين البرازيل والارجنتين. البرازيل كانت محتاجة للطاقة الكهربية بشكل كبير في الجنوب. وشمال ارجنتين عنده فائض في توليد الكهرباء. عمل بلدين اتفاق تبادل الطاقة. ولان في الارجنتين شغالين على خمسين هرتز والبرازيل شغالين على ستين هرتز كانت صعب جدا توصيل الشبكة دي. في الحالة دي كان لازم اللجوء لخطوط النقل بالطيار المستمر على الجهد العالي. اتش في دي سي. الميزة الخامسة هي تقليل عدد الموصلات. في الطيارة المتردد. الدايلة الواحدة بيتم استخدام تلات موصلات للتلات اوض. في الطيار المستمر بيتم استخدام موصلين. واحد موجب واحد سالم. ودلوقتي طوروها اكتر. تم تطوير وانشاء خط نقل بكابل واحد عليه الموجب والسالم. وده اللي استخدامه في خطوط النقل الكهربية تحت البحر وتجميع الطاقة من مولدات تربينات الرياح الموجودة في البحر. وده هيقلل من تكاليف الانشائية والبنية التحتية لخط النقل. وممكن يزود مزايا زي ان نظام الطاقة الكهربية بالطيار المستمر اتش في دي سي ممتاز في خطوط النقل الطويلة جدا. في الحالة دي النقل بالطيار المستمر في الغالب هيكون ارخص واعلى كفاءة. وبيستخدم جهود من مئة كيلو فولت لالف وخمسمائة كيلو فولت. والانواع الحديثة من الاتش في دي سي تقدر تقدم الدعم للشبك ضد الاضطرابات اللي بتحصلها عند التغيرات السريعة في القدرة. يعني ممكن تشتغل زي الستات كامب او الاس في سي. طريقة تقليدية الكلاسيكية لعمل خطوط النقل الطاير المستمر. ده رسم تخطيتي للاتش في دي سي. في بداية الخط بيتم تحويل الطاير المتردد لمستمر. ويتم نقله بالشكل ده. في نهاية الخط بيتم تحويله تاني طاير متردد بشكل يتوافق مع الشبكة اللي هيرتبط بيها. ده شكل دائرة نظام الجهد المتردد بدون موحدات. وابسط شكل من اشكال موحدات هو استخدام موحد واحد لتوحيد نص موجة. يمرر الطاير الموجب ويمنع مرور الطاير السالب. واستخدام موحدين او اربعة على شكل قنطرة بيها نقدر نمرر الطاير بشكل مستمر للموجة الكاملة للطاير المتردد. ويتم توصيل المكسفات لتنعيم خارج الدايرة. وللتحكم في قيمة الطاير نقدر نستبدل الموحدات العادية بالسايريستور. هو عبارة عن موحد بيتم التحكم فيه عن طريق نبضة الاشعاع. وباستخدام ستة سايريستور نقدر نوحد الجهد لتلات اوه. وبيتم توصيل ملفات للتنعيم في الحالة دي بدل المكسفات. والشكل الكلاسيكي لمحاول نظام النقل بالطاير المستمر عالي الجهد. بتاخدام 12 سايريستور على شكل 2 قنطاري التوحيد كاملة بستة سايريستور لكل قنطار. وبرضو بيتم استخدام ملفات للتنعيم. وبيتم وضع المحاولات الكونفيرتر عند بداية ونهاية خط النقل للتحويل من طاير متردد لمستمر والطاير متردد مرة تانية. ولو لاحظنا ان القطبية مقلوبة للسايريستور عند نهاية خط النقل لان في النظام ده الطيار مش بيمر غير في اتجاه واحد. الطريقة الحديثة لعمل خطوط النقل بالطاير المستمر. في الحالة دي بيتم استخدام محاول مصدر الجهد فولت سورس كونفيرتر. في قطوط نقل طيار المستمر. ودي تقنية احدث لها مميزات اكبر من النوع الكلاسيكي. بحيث انها تقدر توفر قدرة فعالة وغير فعالة. تشتغل مع الاحمال الاكتف والباسف. في النظام الكلاسيكي كان العنصر اساسي للتحكم هو السايريستور. لكن في النوع الجديد بيتم استخدام ترانزستورات الاجي بي تي. وعكس السايريستور الترانزستورات المستخدمة مش محتاجة دايرة اطفاق. وزي القنطرة في النظام التقليدي بيتم عمل قنطرة جديدة بيستبدل فيها السايريستور بالترانزستور الاجي بي تي. والتحكم بيتم عن طريق تشغيل ويقاف الاجي بي تي. بالتتابعة المناسب عن طريق البالس ويتس ميديوليشن او ساعات بيسموه البالس كود ميديوليشن. وده لانتاج الموجة الجلبية للخارج. وده شكل النظام. وبالتحكم في زوية الوجه بين المصدر والحمل تقدر تتحكم في مرور القدرة الفعالة والغير فعالة. في 2016 حصل تعاقد بين دولة الصين وشركة اي بي بي. عشان يبنوا اكبر خط نقل جهد عالي طيار مستمر. طوله 3000 كيلو متر. وجهد تشغيله 1100 كيلو فولت. وقدرته 12 جيجا واطن. وده يخليهم يحققوا ارقام كياسية عالمية جديدة لاطول مسافة واكبر ساعة نقل. ولو اخدنا في الاعتبار كل الفوائد دي ليه مش بنستخدم الطيار المستمر في كل مكان. ده عشان بنصعب تحول الطيار المستمر في خطوط الجهد العالي. بمعنى ان في الجهود المنخفضة نقدر نرفع ونخفض الجهد الطيار المستمر عن طريق محولات الباك والبوست. بوست كونفيرتر والباك كونفيرتر. لكن تخيل دايرة زي دي عند 100 كيلو فولت او مليون كيلو فولت صعبة جدا. خلاصة الكلام. مفيش طريقة سهلة لنقل الجهد. النقل بالطيار المتردد منتشر ومعروف وسهل واوفر. لكن النقل بالطيار المستمر دلوقتي ليستخدم لنقل الطاقة في الاماكن اللي صعب فيها استخدام الطيار المتردد. مع التكنولوجيا المتاح دلوقتي خطوط نقل الطيار المستمر غالية. وبتحتك سيانة اكبر من خطوط النقل بالطيار المتردد اللي بتستخدم المحاولات العادية ترانسفورمورس. ودواري الكتلونات القوى بتكون كبيرة جدا عشان تستحمل الجهود العالية. لكن محدش يعرف ممكن التكنولوجيا في المستقبل تقلل التكلفة وتزيد مميزات الـ HVDC. ساعتها اظن ان هو هيستخدم في كل مكان في العالم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك وقت اوليك. جسอง chart وقت اوليك. طلعات طولت العالم من خطوط النقلonde. سي Soldier مقافει مXT Please wake you Shade. انتظرت لك وقت اوليك. اشتركوا في القناة